في النص التالي ببعانة فقرة حوارية فقرتنا النهاردة عن الخماسي الحديث خليني بس الأول أشتح لكم بعض الأمور عن الخماسي الحديث عشان تعرفوا أهمية حلقتنا النهاردة طبعا الخماسي الحديث وهو صاحب برونزية فضية الأولمبياد اللي فاتت والحقيقة اللي خلى مصر تقفز قفزة كبيرة في جدول الترتيب بالأولمبياد كان صاحبها أيضا الجندي لعب الخماسي الحديث يعني إيه خماسي وجات منين خماسي وحديث والكلام ده كله هي عبارة عن خمس ألعاب في بعض هي أقدم الألعاب الأولمبياد على فكرة ومن الألعاب العريقة جدا في الأولمبياد هي عبارة عن خمس ألعاب مع بعض هي فيها السباحة السلاح الفروسية الجاري الرماية تاني السباحة الرماية الجاري الفروسية والسلاح الخمس ألعاب دول اللاعب بيلعبهم همما الخمسة وبيبقى فيها فردي وزوجي ومختلط نفس الكلام بالنسبة لألعاب المضرب يعني فردي بيبقى مثلا رجال أو سيدات وزوجي بيبقى اثنين رجال واثنين سيدات او مختلط يعني رجال وسيدات طيب بطولة الاولمبياد ليها ترتيب في الالعاب الاولمبياد بيلعبوا السلاح في واحده في يوم لانه بيبقى ليه تجهزات وبدلوا بتاع ويلعبوا بقى النشاطات في يوم تاني البطولة العالم غير بطولة العالم بتلعب الخبس نشاطات في يوم واحد وده بيه موضوع قاسي جدا اذا بطولة العالم بتبقى قوى كتير من الحقيقة الاولمبياد شق على اللعب طيب الاتحاد الخماسي الحديث من ساعة ما جاء اللي هو طبعا مهند شريف عريان اللي هو أحد طبعا يعني اللي هو أمين عامس اللامنة الأولمبية المصرية وأحد المؤسسين يعني الجدد لهذه اللعبة واللي حطي خطة وبلان أنه يوصل بها لمدالية الأولمبية وصلنا لمدالية الأولمبية الاتحاد اكتفى بكده لا الاتحاد بيجهز صف تاني وتالت ورابع بيجهز مجموعة من الولاد والبنات عشان يوصلوا لمدالية أخرى عندنا مين طالع؟ عندنا أميرة أنديل أميرة أنديل دي لعبة في الأولمبياد ما توفقتش بالمدالية بس لعبة وها عندها 18 سنة أميرة دلوقتي عندها 19 سنة ولعبة بعد الأولمبياد على طول بطولة العالم للناشئات كانت موجودة في اسكندرية هي عندها 19 سنة لعبة الناشئات يعني هي لعبة الأولمبياد وهي تحت السن لسه شفتوا الاعداد شفتوا التخطيط فلعبة بطولة العالم عملت ايه؟ خدت دهب خدت أربع مداليات اتنين دهب و اتنين فضة أميرة أنديل خدت أربع مداليات أميرة من اللاعبات اللي متوقع لها إن شاء الله وخليكم فاكرية اسمها دايما نحن بنامج الأبطال بنبقى سبقين بخطوة شوية نحن بنجيب لكم بالكنترول مين اللي جاي مش بس اللي بطل دلوقتي لا وكمال مين اللي رايح على مدالية أميرة أنديل خدت بطولة العالم من الناشئات في اسكندرية ولقبت الخمس ألعاب دول بس هي معلومة عايزة أقولها إنه بعد العنف اللي حصل مع الفروسية وإن هي أنفير شوية في الأولمبياد اللي فاتت الاتحاد الدولي بدأ يفكر إنه يستبدل الفروسية بالدرجات شفتوا لو تفتكروا كان حصل بعض العنف والتقنيب من أحد اللاعبات ضد الفرصة بتاعتها لما رفضت تقفص أحد الحواجز يعني الموضوع إيه متعافيين الرفق بالحيوان برا الموضوع يعني بيلقى اهتمام كبير فطبعا حايزين يستبدلوا الفروسية بالدرجات هنعرف كل الكلام ده أميرة أندل النهاردة ضفتنا معها مدربها للجاري هي مع خمس مدربين مدربين السلاح والسباحة والفروسية والجاري وكل ده كل دول مدربين مدرب الجاري هيكون معنا النهاردة لو كابتن مدربها كابتن هشام سليمان ومنسبة كان أحد المدربين في النادي الأهلي معنا أميرة وهشام نعرف منهم كتير جدا عن اللعبة دي واللي عايز يعرف أكتر يتابعنا في النص التاني من حلقاتنا